وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم العمل على تثبيت وخفض الأسعار خلال ستة أشهر لضمان عدم ارتفاعها مجددا كما أشار مدبولي إلى أنه سيترأس اجتماعاً أسبوعياً مع اتحاد الغرف لمتابعة أسعار السلع والحقيقة يمكن أنا يعني عايز أقول أن الحقيقة إحنا دخلنا في حجم وكم من التفاصيل والمناقشات والتفاوض مع يعني ممثل القطاع الخاص عشان يبقى فيه توافق على كل الأليات اللي هم طلبينها من الدولة وإحنا يعني بدأنا فعلاً هذه الإجراءات وحناخد كمان يمكن يعني قرارات السيد وزير المالية حيارض عليها وحوقها فيما يخص يعني تعليق الرسوم عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج وحتبقى لمدة ستة شهور علشان نطباً أولاً انخفاض الأسعار ويبقى الانخفاض ده يعقوب استقرار في سعر هذه المنتجات لأن احنا مش عايزين أن مجرد يبقى الانخفاض هو مجرد وقتي لفترة زمنية محدودة وترجع الأسعار تاني تزيد فعشان كده توفقنا أن نفس الآليات اللي هم طلبوها من البنك المركزي ومن وزارات المعنية ومن وزارة المالية حتستمر تنفذها لفترة غير محدودة وبنتكلم على فترة زمنية قلنا ستة شهور على الأقل عشان نطمئن إلى انخفاض وسباة أسعار السلع اللي احنا أعلناها دي لحضراتكم بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 25% للمجموعة السبعة الأولانيين وفيما يخص إن شاء الله الدواجن والبيض حيبقى بحوالي 15%